اهلا بكم في نشوة السابسة مساء من قناة النادي الاهلي وإلى التفاصيل البدري طالب لاعبه بإنجاز جديد أمام الترج طريق الكرة يواصل تدريباته ويدخل معسكرا مغلق الخميس برج العرب حمد المصري يؤكد صحة إجراءات الجمعية العمومية للأهل أهلا بكم جددا طالب حسام البدري المدير الفمين الفريق الأول لكرة القدم بالأهل لاعبه بضرورة غلق صفحة الدوري العام وما حدث في لقاء طلائع الجيس والتركيز في مواجهتي الفريق أمام الترجي التونسي يوم 16 و23 سبتمبر الجيس وأكد البدري اللاعبين أن عبور الترجي يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب البطولة الأفريقية الغائب عن النادي منذ أربعة أعوام بعد تحقيق لقب في عام 2013 على يد المدير الفني المصري محمد يسف وأشار البدري اللاعبين إلى أن الفوز بالبطولة سيصنع لهذا الجيل مجدا شخصيا بجانب الانتصار الكبير والذي سيتم التفليده في التاريخ بأثنائه موسيقى موسيقى نفع حسام مع البدري المدير الفني في طريق الأول لترة القدم بالنادي الأهل كل الأقاويل والبيانات الصادرة حول تلقيه عروضا خليدية والتي لم يلتفت لها الندي الأهل على اعتبار أنها لا ترتقي للرد عليها وقال البدري إن المخزن في الأمر هو انسياق مؤسسة قومية كبرى وراء هذه الشائعات الموجهة والتي تستهدف النيف من زعزعة واستقرار الفريق وضرب استعداداته الجابة للمباراة الهنة أمام الترجة نسي في دور أبطال الصفية وشدد البدري أنه أغلق ملف الرحيل عن الأهل منذ شهور وبالتحديد منذ جنسة تجريد عقبه مع القلعة الحمراء والتي كانت على مرأة ومسمع من الجنة قرر الجهاز الفنيني للفريق الأول لترت القدم بالأهل تأجيل معسكر الفريق الخاص بمباراة الترجي التونسي يوم 24 ساعة وكان من المقرر أن يبدأ المعسكر عقب ميران الفريق اليوم ولكن قرر البدري تأجيله عقب ميران الخميس والذي يقام في الخامسة عصرا ويستعد الأهل لملاقات الترجي التونسي أسفة مقبل في ذهاب ربع نهائي من دور أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب الإسكندري موسيقى موسيقى وصل الفريق الأول لترت القدم بالأهل تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي وحرص حسام البدري المدير الفني للفريق على عقد محاضرة لللاعبين قبل بداية الميران للتأكيد على ضرورة التركيز في مواجهة الترجي وتحقيق كل لاعب لدوره في الملعب المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف محمد سعيد مراسل قناة نادي الأهلي محمد أهلاً بك مرسل خير يا فايروس محمد في البداية أحكي لنا عن آخر أخبار تمرينة النهاردة يعني احنا في دلوقات تدريب بفري نادي الأهلي شغال على ملعب بمختار التش بمجزيرة يمكن قلاص الاستعداد يتواصلوا العدد التنازل لمبارات ترجي التونسي المباراة هامة جداً مساء يوم السابق القادم النهاردة سبق التمرين كان لقطات خاصة ومحاضر فيديو لفريق ترجي التونسي كالتحون البدري كان عمل محاضرة مدتها حوالي 45 دقيقة للاطلاع على فريق ترجي التونسي يمكن مجموعة لقطات وهيلايت لفريق ترجي آخر مباراة في الدوري التونسي وبعض اللقطات تاليف في المطولة العربية يعرفين الترجي خلال الفترة الأخيرة كان شارق في العديد من المباراة وايضاً نفس الزوف المشابهة لفريق النادي الآن ما بين لعبين منضمين للمنتخب التونسي بنفس خطيمة أو بنفس عدد لعاب النادي الآن الموجودين في المنتخب الوطن فجالت محاضرة مهمة جداً للجهاز الفني اللي يبدأ من النهاردة يحط اللمسات النهائية لمتابعة فريق الترجي والتشكيل والطريقة اللي يلعب بها الآلة في هذه المباراة أقدر أطمن كل جمهور النادي الآلي في هذه اللحظات على مشاركة كل اللاعبين في التدريب الخاص بفريق النادي الآلي في هذه اللحظات كل اللاعبين مشاركين حديداً اللاعب اللي هتشارك في البطولة الأفريقية أو المقيبين في القائمة الأفريقية نعلم أن القائمة الأفريقية بعد طبعاً رحيل عدد من اللاعبين خلال الفترة السابقة والإعراف والإضافات الجديدة أصبحت قائمة النادي الأهلي لمباراة الترجي هيكون في 23-24 لاعب القائمة النهائية اللي هستفر بها كابتن حسن بدر غدا بإذن الله إلى الأسكندرية للدخول في معصر مغلق فالقائمة مكتملة بكل العناصر حتى العناصر الجديدة أحمد الشيخ ووليد أزارو وغيشان محمد مع المجموعة القديمة الموجودة أطمانك على مؤمن زكريا بيشارك في التدريب الجماعي ووليد سليمان النهاردة موجود في التدريب الجماعي واطمانينا على مشاركته في المران وعيضا كابتن شريس بإكرامي وحراس المرمى متواجد حاليا دلوقتي في التدريب الجماعي على معلوم موجود المجموعة اللي كانت يعني خلال الأيام السابقة حواليها قويل ما بين تأهيل أو أصابة أو عدم لحظة بالمباراة الكل بيتواجد بيشارك بشكل كويس حتى هذه اللحظة يعني الحمد لله القائمة الأفريقية مكتملة في تدريب قريب النادي الأهلي وأناك تدريبات بدنية لعدد من اللاعبين هذا سطن المجموعة اللي كانت طبعا شاركت فيه مباراة الجيش وكانت طبعا عارفين اللي تاني يمكن فيه مباراة ودية وهم خلاص في هذه اللحظات كل تدريبا يخش في المراني الجماعي والاستعباب لهذه المباراة الهامة جدا والمطرية للطريق فأهل من أسبوع لقاء الذهاب ولقاء العودة فيهرون نعم طيب محمد هل ظهرت ملامح القائمة اللي ممكن يسافر بيها كابتن حسين البدري الدخول في المعسكر مغلق في الإسكندرية؟ حتى هذه اللحظات لم تتعلق القائمة بشكل رسمي بالطبع هي مباراة في البطولة الأفريقية وهناك لعبين غير مقايدين في القائمة الأفريقية أبرزهم أحد الصباقات الجديدة اللي هي للجنوب الأفريقي في باكا فبالتالي منتظرين جدا بإذن الله إعلان القائمة النهائية للصفر إلى الأسكندرية هل تتعتمد على القائمة الأفريقية فقط أم سيصحب الجهاز الفني كل اللعبين هي هذه النقطة عتفادح مش تدير لكن في الغالب ما دقيناها مباراة أفريقية وعدد القائمة اللاعبين مقايدين في القائمة الأفريقية بيصل إلى تحديد 23 أو 24 لعيب إذا ما استبعدنا مروان مخصب بالتأكيد لنول واحد سيكون خارج المباراة بشكل رسمي فبالطبع ليلة المباراة أو يوم المباراة تحديدا سيكون استبعاد ما يطلب من 6 لعبين فغدا بالتأكيد بنسبة كبيرة سيصحب الجهاز في كل اللاعبين المقايدين في القائمة الأفريقية لأن هناك تدريب يوم الجمع على ملعب برج العرب ويوم السبس يستبعاد 6 لعبين أو 5 لعبين حسب القائمة في النهاية وهي طبعا للأسفور هيكون موجود فيه 18 لعب طاقي اللاعبين المقايدين طبعا في القائمة المحلية ولم يحلكم الحظ في التواجد في البطولة الأفريقية سيصفروا طبعا يوم المباراة لمسندة الفريق والتواجد ده فيها هذه المباراة من المدرجات مع جمهين النادي الأهلي لمسندة الفريق لكن القائمة نهائية غدا قطاعنا الرسمي عقب تدريب على ملعب برج العرب ومقترد تفش والتفصر الأسكندرية والملامح التشكيل لا تطبع حتى هذه اللحظة إن هناك أقويل كثيرة في مسألة رأس الحرب على وسط الطريقة اللي يأدي بها كثيرا ومقصد أن فريق التراجي طريقة لعب وعداء ومشاركات والفترة الأخيرة بتختلف تماما تماما عن الطريقة اللي الأهلي بيلعب بها فيها المباراة المحلية وبالتالي هناك استعداد وهناك حال التفاؤل وأكد لك يا فيروز والقل جمهوري نادي الآن هناك حالة تفاؤل كبيرة جدا من الجهاز الفني لتخطي هذه المباراة وكلهم ستبقى فيها اللعبين لتخطي هذه المرحلة ومباريات الأهلي وترجي تحديدا مع الكابتن فحسن البدري دائما بنتابع مفاجآت وبنشوف مباريات كبيرة جدا وأبرز المباريات اللي الأهلي بيأديها في تاريخ القرى وبتكون أمام فريق الترجي وبيكون إن شاء الله مشوار جيد في المطلة الفتاة ووصول إلى ناهيات بإذن الله بإذن الله محمد سعيد مرسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليكنت معينا عبر الهاتف وكيف كل التوفيء للفريق الأم يتوجه اللي وعشرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى الإسكندرية غدا الخميس لحضور الاجتماع الأمني والتنسيقي الخاص بلقاء الفريق أمام الترجي التونسي والمقرر إقامته السبت المقبل لبرج العرب يحضر الاجتماع برفقة شمس وليد مهدي مدير إدارة المباريات بالقلعة الحمراء واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية ويشهد الاجتماع تنسيق حضور الجمالير وموعد فتح وغلق الأستاذ وتأمين ضعفة فريق الترجي وتاقم التحكي أكد لواشر شمس المدير التنفيذي لنادي الأهلي لأنه لديه ثقة كبيرة في جماهير النادي خاصة بعد حرصهم على شراء جميع تذاكر لقاء الترجي ببطول الدور أبطال أفريقيا وأضف أن الأهلي خاطب الأمن لزيادة أعداد الجماهير إسوة لمباراة مصر أمام أغندا إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن ولذلك فالعدد النهائي والذي من المقرر أن يحضر اللقاء هو 20 ألف مشجع فقط طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الخصول على 700 دعوة من النادي الأهلي خلال مباراة الترجي التونسي والمقرر لها السبت المقبل بستاذ بورج العرب في ذهاب دور الثمانية لمطولة دور أبطال أفريقيا تتنوع دعوات الكاف التي طلبها ما بين مقصورة ودرجة أولى وموحدة وسيتم تسليم دعوات للكاف خلال الساعات المقبلة حتى لا يتعرب النادي لغرامة حال عدم تسليم العدد المتفق عليه من الدعوات للمباراة تقرر تأجيل حضور السوري عبدالله الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاهرة عدة أيام بسبب ظروف الطيران والتي حالت دون حضوره اليوم الأرجعاء كما كان متفق عليه حيث سيحضر اللاعب عقد مباراة ترجي التونسي ببطولة أفريقيا وتعقد الأهلي مع الشامي في صفقة انتقال حرين من نادي الصفاء اللبناني وأنهى كل إجراءات الدخول للقاهرة ولكن ظروف الطيران تسببت في تأجيل حضوره إلى اليوم السبت بدلا من اليوم الأرجعاء وتم قيد الشامي في قائمة الأهلي كلاعب مصري بعد قرار اتحاد الكرة باعتبار اللاعبين السوريين محليين وليسوا أجانب أكد حماد المصري عضو اللجنة الأولمبية المصرية على أن موقف نادي الأهلي فيما يخص لائحته الخاصة وإجراء جمعيته العمومية سليم مبدئيا من التعنت ضد مجلس الأهلي وشدد المصري على أن نادي الأهلي يسير بخطوات سليمة وموقف مجلس إدارته من إقامة الجمعية العمومية سليم ولا تشويه أو أي أخطاء وطلب المصري بضرورة تقريب وجهات النظر بين اللجنة الأولمبية والنادي الأهلي كونهم كيانة كبيرة أعلن نادي ترجي تونيسي جاهزية مهاجم الفريق صعد جير لمواجهة الأهلي في المباراة المنتظرة بين الفريحين والمقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دور أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب وقالت وسائل إعلام تونسية أن بجير تعافى من الإصابة والتي تعرض لها وأن مشاركته في المباراة ستكون وفقا لقرار من المدير الفني فوزي البنزرتي وتصل بعثة الترجي إلى الإسكندرية غدا الخميس على مثل طائرة خاصة على أن يفوت تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة يوم البنزرتي حذرت وسائل الأعلام التونسية المدير الفني لفريق الترجي التونسي فوزي البنزرتي من قوة وسط ملعب نادي الأهلي خلال المباراة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها السبت المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دور أبطال أفريقيا وأشارت الصحف التونسية أن قوة وسط ملعب في الأهلي المصري ستقبر البنزرتي على تأمين وسط فريقه خاصة وأنه يهدف للعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإيام وترى وسائل الأعلام التونسية أن الترجي سيعتمد على طاه ياسين لخنيسي في هجوم الفريق فقط مع تأمين الوسط والدفاع خوفا من القوة الكبيرة لنادي القرن في أفريقيا اشتركوا في القناة وإلى أخبار منتخبنا الوطني حيث قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدا أكد للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنطيني هكتر كوفر بقاءه بمنصبه حالة تأهل لمونديال روسيا 2018 وأوضح ناجي أن مجلس الجبلية يوفر كل طلبات المنتخب لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال مشيرا إلى أن أبو ريدا أكد للجهاز بقائه بعد التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا وأضف مدرب حراس المنتخب أن الاتحاد يساند الفريق في كل وقت وأن أمر رحيل الجهاز عقب التأهل للمونديال غير مطروح بالمر تلقى اتحاد الكرة موافقة أمنية بحضور 60 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر والكنغو والمقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل بستيد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 وأكد سروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك موافقة أمنية بحضور 60 ألف مشجع بالإضافة إلى 10 ألاف دعوة كما حدث في مباراة منتخب مصر ليصل عدد الحضور إلى 70 ألف مشجع وأضاف سويلم أن أسعار التذاكر ستكون 75 جنيه للدرجة الثانية والثالية و200 جنيه للدرجة الأولى سيتم طرح التذاكر يوم 3 أو 4 أكتوبر بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأولى اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مديره الثاني أحمد عبد الرازق صباح اليوم الأربعاء معسكره المغلق والذي أقيم بمشروع الهدف في مدينة ستتوبر على مدى أسبوعا كامل وخض لعبو المنتخب ميرانا قويا صباح اليوم الأربعاء على الملعب الرملي بمشروع الهدف قبل اختتام المعسكر والعودة إلى أندياتهم ومن المقرر أن يدخل منتخب الشاطئية معسكرا مغلقا في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للقرات والتي تقام بدبي في شهر نوفمبر المقد أنا لالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص الأدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكرة بطير بحلي وحن تارف أنا انت وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى حيث واجه الفريق الأول لكرة السلة رجال فنادي الأهل بقيادة مديره الفنين طريق خيري اليوم الأربعاء فريق سبتك تبر في مباراة ودية بإطار استعدادات الفريقين للانطلاق الموسم الجديد وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على صلة الأمير عبدالله الفيصل بنادي الأهل في الجزيرة وكان الأهل قد توجه بلقب أفريقيا ودور المرتبط خلال الموسم الماضي للمزيد من التفاصيل ينضمي لنا الآن عبر الهاتف الكابتن إسلام علي المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهل كابتن إسلام أهلا بك أهلا بك يا فريق كابتن إسلام في البداية يحكي لنا عن استعدادات الفريق لمواجهة فريق 6 أكتوبر وهل فريق كامل العدد؟ والله يعني وفريق 6 أكتوبر فريق جديد طائر حديث الدوري المنتز لكن إحنا معظم العناصر اللي فيه عارسنا الفريق إحنا مش هدفنا من النهاردة مش إنه إحنا نقرأ فريق 6 أكتوبر والكلام ده قد ما إن إحنا نشوف وصلنا بالحالة الفرمية والبداية الفرقة في حتنا نقدي إيه وهو ده الهدف الأساسي من المبارات الوحيدية بنطلع بالحمل إن شاء الله واحدة واحدة بعد المباراة عندنا توقف من كل حاجة لمدة عشر تيام عشان تيام من حساب فريق كموريش في بورتعيد معظم الفرقة هتبقى هناك وإحنا هنبقى هناك هنبقى متابعين حالة الوحيدة بطعنا عشان نكمل فرقة بتاعاتنا إن حتى الآن المعلومات اللي عندنا بخصوص الطلاق وصابة الدوري تبدأ نصف أكتوبر فيه كلام إنه ممكن تتأجل وفيه دتسة يعني ممكن تتأجل وممكن تتاج ما عندناش خبر أكيد الخبر اللي عندنا إنه نصف أكتوبر فلازم بحرسين نحن متابعين كل الولاد بتاعنا في الفترة اللي جاية دي حتى لو مش هموا مش معانا زي ما قدروا بكل شركات واحدة نصف الفرقة متواضعين على الشركات كلها فلازم بمتابعينهم من هناك عشان لما هتخلص بكلها ويرجعهم مش هبقى أفضل أكثر منها سبعين خمس شهر يوم بالضبط على الدوري يبدأ إن شاء الله أكيد بإذن الله كل التوفيق للفريق الأول لكرة السلة رجال كابتل إسلام علي المدرب العام لفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي سلة رجال شكرا جزيلا لك انت معايا عبر الهدف فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي على فريق الجزيرة 88-49 في المباراة الودية والتي أقيمت بينهما في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد والمنتظر انتلاقه في أكتوبر المقبل شارك في المباراة أربع لعبات سعيدات من فريق تحت 18 سنة وأن حبيبة حاتم سلمة مصطفى ريم أشرف وبتول عادل وظهرت اللاعبات خلال اللقاء بمستوى مميز وأكد إيهاب الألفي المدير الفني للفريق أن اللاعبات السعيدات من فريق تحت 18 سنة قدمنا مستوى رائع وأضاف الألفي الفريق أنه سيسافر إلى الإسكندرية غداً الخميس للدخول في معسكر لمدة ثلاثة أيام يتخل له ثلاث مباريات ودية يبدأها مساء الغد أمام الأولمي يواجه المنتخب المصري لكرة الطائرة سيدات تحت 23 سنة المنتخب الأرجنطيني غداً الخميس في كمن الثانية ظهراً ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة العالم والمقامة بسلوفينيا وتغلب المنتخب المصري على منتخب تايلاند في الجولة الثالثة ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع وقدم المنتخب مستوى جيد بدور المجموعات حتى الآن بالتغلب على تايلاند والخسارة بصعوبة من الصين وغمهورية الدومينيكان احتفظ حيزم حسني برئاسة التالة حد المصري للرماية لدورة جديدة لمدة أربع سنوات مقبلة بعد فوزي في الانتخابات والتي أجريت اليوم بمقر الاتحاد باستاذ القاهرة الدولي حيث حصد 11 صوتاً مقابل 7 أصوات لمنافسه محمد عزمي الحيز وكان نصاب القانوني للجمعية العمومية قد اكتمل بحضور 18 هيئة رياضية من أصل 19 لهم حق الحضور وفاز في العضوية كل من محمد وهدان أبهم متحة وشريف صلاح محمد الشزلي والسيد محمد مخيمر وحسين كامل وعبد الرازق محمد قصر قصير ونعود إلى جولتك في اللاعب العالمي ترجمة نانسي قنقر جولتك في الملاعب العالمية حيث انتخذ لونتر ماتيوس لعب فايرن مينوخ الألمانية سابق سلوك النجم الفرنسي فرانك ريباري لعب الفريق وذلك بعد استبداله في مباراة أمس أمام أندرلافت البلزيكي في دور أبطال أوروبا وكان ريباري قد ألقى بقميس فايرن عقد استبداله أمام أندرلافت في دقيقة 78 في إشارة إلى غضبه من التغيير والذي قلنه المدرب الإيطالي كارلو أنشلاتي وقال ماتيوس لا يمكنك إلقاء قميس فايرن مينوخ على مقاعد البودلاء بهذا الشكل هذا ليس شيئا جيدا لنادي كبير مثل الفايرن أعرب البرتغاري زي مورينيو المدير الفني لفريق منشستر يونيتد الإنجليزي عن قلقه بعد إصابة لاعب الفريق فول بوغبا وصرح مورينيو لقناة النادي الرسمية أن بوغبا يعاني إصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع وكان بوغبا قد أصب في مباراة منشستر يونيتد أمام فريق فازل الشويسري أمس في بداية دور المجموعات من دور أبطال أوروبا والتي حسمها يونيتد بثلاثة أهداف مدينة أعرب إرنستو فالبردي المدير الفني لفريق فرسلونو الإسباني عن سعادته بالفوز على يوفانتوس الإيطالي أمس بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات بدور أبطال أوروبا وصرح فالبردي عقب المباراة أنه كان من ضرورية الفوز على يوفانتوس من أجل الجماهير قائلا ما يزال أمامنا الكثير جدا يجب علينا أن نقدمه مع فرسلونو في الفترة المقبلة وعن تألق النجم الأرجنطيني ليونال ميسي وتسجيله هدفين قال بالفردي كلما يحصل ميسي على الكرة تشعر أنه سيفعل بها شيئا مميزا أصبح الألماني من صعود أزال صنع العاب أرسنال الإنجليزي قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني بنهاية الموسم بعد نهاية عقده في يونيو المهند وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مفاوضات تجديد عقد أزال مع أرسنال توقفت منذ فترة في فبراير الماضي حيث لم يتفق الطرفان على أي تفاصيل في العقد الجديد للعب وقالت الصحيفة أن غموض مصير المدرب الفرنسي أرسنال فينجر وقتها لعب دورا في تجميد المفاوضات حيث كان صاحب السبعة وستين عام في طريقه لتولي تدريب فريسان جرمان الفرنسي يسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبانية إلى ضم مهاجم جديد إلى صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة بعد رحيل مهاجمه ألفارو موراتا وماريانو دياس وقالت صحيفة ماركا الأسبانية أن زيدان حدد ثلاث مهاجمين لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم كاسبر دولبرغ مهاجم آيكس الهولندي تيمو فرنر مهاجم لايبزيج الألماني ودومانيكو بيراردي مهاجم ساصولو الإيطالي وكان زيدان قد تمح لمهاجمه الأسبانية الدولية ألفارو موراتا بالرحيل إلى تشلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكذلك الحال بالنسبة لماريانو دياس والذي رحل إلى ليون الفرنسي فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا انذباطيا مع سلتك بعدما اقتحى ما مشجع أرض الملعب وحاول ركل كيليان بابي لاعب فاريسان جرمان خلال شوط الأول من اللقاء والذي انتهى بفوز الفريق الفرنسي 5-0 في دور أبطال أوروبا أمس الثلاثة ووجه الاتحاد الأوروبي أيضا اتهاما لنادي فاريسان جرمان بداعي أحداث جمهيره ثلفيات بملعب سلتك فارك خلال المباراة والتي أقيمت في دور المجموعات وستحقق لجنة الانذباط في الاتحاد الأوروبي في الواقعتين في 17 أكتوبر المقبل وعقب سلتك بغرمة قدرها 11 مرة في أقل من 6 سنوات بسبب مشاكل جمهيرية من بينها تغريمه 20 ألف جنيه السليني من الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بعد رفع لافكة غير لائقة في المدرجات في اللقاء في الدور التميدي لدور الأفضل موسيقى عبر المهاجم الفوسني إدين زيجو لاعب فريق قرامة الإيطالية عن حزنه بسابي رحيل زميله السابق محمد صلاح مهاجمه 20 ألف جنيه وقام المنتخب الوطني إلى صفوف نادي لفرفول الإنجليزي بموسم الانتقالات الصيفية الماضية وقال جيكو مقابل معاقب تعادل فريقه مع ضيفه أتلاتيكو مدريد الأسباني سلبيا في الدولة الأولى في مرحلة المدموعات ببطولة دوري أفطال أوروبا أشعر بغياب صلاح بعد رحيله إلى رفرفول فضلا عن ناينجولان والذي كان يلعب بالقرب مني بينما الآن هو بعيد عني حيث عاد إلى خط الوسط وأضاف في تصريحات صحافية عقب اللقاء أفتقت كذلك إلى فرانشيس كوتاتي فبعد اعتزاله ترك فراغا كبير لنا في الفريق حيث كان بمثابة ملهم لنا داخل الفريق داخل وخارج الملعب يواجه فازل السويسري إجراءات تأديبية بعد أن أطلق مسجعوه المقذوفات النارية خلال المباراة والتي خسرها الفريق أمام مضيفه منشستر يونيتد 3-0 على ملعب أول ترابل وأوضح علي ويفا في بيان أصدره اليوم أن لجنة الانضباط والقيم ستنظر في قضية فازل مع نادي ييسالتك وباريسان جرمان في 19 أكتوبر المقبل وخسر فازل والذي يلعب له عمر جابر بثلاثية نظيفة أمام منشستر يونيتد في أولى مباريات دور المجموعات لدور أبطال أوروبا وإلى متابعة أخبار الأهل في الصحف والمواقع الإلكتروني والبداية من الغمهورية الأهلي يؤجل تجديد عقود لاعب من المساء البدري واثق من تخطي عقبة الترجي ومن الوفد الأهلي يستعيد القوة الضاربة قبل موقعة الترجي ومن الوطن سبورت اختبال طبي لفتح في ميران الأهلي اليوم من الشروع البدري يكشف حقيقة تلقيه عرض خليجي ومن البوابة نيوز البدري يضع برنامج صارم لتجهيز الأهلي لموقعة الترجي من فيتو شمس طلبنا زيادة جماهير الأهلي أمام الترجي والأمن لم يرد ومن الاهلي دوتقام عبد الحفيز الترجي يصل الإسكندرية الخليج ومن يوروسبورت عربية ثلاث رسائل في جلسة البدري مع المغربي أزر من هنا تنتهي نشرة أخبار سالسة من قناة نادي الأهلي دمتو في أمان الله اشتركوا في القناة